السلام عليكم. هذا الفيديو اللي يريدي تعلم اساسيات C++ من الصحور. كاغلبيتهم ببرمجين يبدون بكتابة برنامج Hello World. أبساط برنامج واحد يقدر يبدي به. فمن دون ما طاوه لها عليكم قل نبدي فرق السوية تمام. قبل ما نبدي بالكود نحتاج برنامج يقوم بتشغيله. ويسموه Compiler. ساني جاي يستخدم Visual Studio. و Visual Studio يقوم بتشغيل مختلف نوع اللغات. ومنهم لغة C++. هذا الفيديو ما رح يشرح لك شونة حملة. اكو فيديو لا خانم سويه. منسوي مشروع console.app جديد Visual Studio. ماسل لغة C++. رح يلطيكها للخانة. هذا التكست. هذا التكست هو البرنامج يريد ان كتبه يجيك جاهز. لانه اعتبره والبرنامج بسيط. بس هنا نسوي لديليت. هدني النصائح ما الامور المعلومات ملاحظات عن الكود. كاتبلك اياها. مو مهمة من تكون تعرفها. لا تريد تقراها ما نسوي. وفاقفوا الفيديو وقراها. اول شي نحتاجه هو مكتبة. عم ندي بالكود. المكتبة تحتوي على الاوامر اللي تحفظها بالبرنامج. الاوامر تستخدمها بالبرنامج. وهذه المكتبة. الاوستريم. الاوستريم هي تعتبر المكتبة الأساسية ماسي فلاس فلاس. تجويل اللغة. هي صنع اللغة صنعها هالمكتبة. لاوامر أساسية تستخدمها بها. وهذه المكتبة تستخدم لك. انت مين. انت مين يعتبر اول فونكشن يقوم بتزغيل البرنامج. يعني اول ما شغل البرنامج الكود بانت مين. هو اللي راح يبديش تغول. وسنسأوله. STD. نقطين نقطين. وسي اوت. دبل كوواتس. وهلو وورد. هذا البرنامج الكتبنا. راح يطبع عنا هلو وورد. بس. هذا المحتوى بين الدبل كوواتس. راح ينطبع. اي جملة تكتب هنا هي اللي راح تنكتب. مو مهم يعني شنو اللي يتكتبه يعني. رسالة تعتبر. ميسج. وسننشغل البرنامج. كتب هلو وورد. علامة تعجب. وسنفصل لك شنو هذا الامر سالفته. STD. يعني انت جاي تستخدم. امر من المكتبة. ونقطين. علامة على الامر هو هنا. هاي المكتبة. ونقطين تكتبوها. وهال. امر. سي اوت. سي اوت جزء من. والسي اوت امر يقوم بالاخراج. يكتب لك. حاجة على الكونسول. الكونسول هو هذا المربع الاسود. هذا الكونسول. كتبنا هلو وورد. اذني. علامات بنا رح يخرج لك امر. هذا هلو وورد الامر اللي خرجه. وراء من تنهي الكود. تكتب لها الفارزة. الفارزة بنتهى هاي. الامر انتهى. بس اذا ما تريد تكتب std كل مرة تريد استخدم امر من iostream. تقدر تستخدم. using. namespace. std. هذا الامر رح يتعرف على الامر مع المكتبة. مع iostream. وفورا يطبقها من دون std. std مختصر لمكتبة iostream. std يرمز للستاندرد. standard library. فس اتمنى ان تكتبت البرنامج هيا. مو صعب نش ما شفيت. وهي الخطوة الاولى عم تتعلم لغة c++. واذا فهمتو فالشي انطبنا لايك وتعليق. والله وياكم.